والسؤال الأهم كمان اللي أسف الشديد جدا لحد خد موقف ولحد فيه تحرك في يوم الأيام طبعا وده تبرير قطاع عريض من جمهير نادي الأهلي للموقف اللي احنا فيه حالية انه الأهلي بيدفع تمن خسارة الوداد للقب أمام الترجي في موسم 18-19 واللي أعلن عنه في تصريح يعني خانوا فيه التوفيق أو خانوا فيه التعبير انه المسؤولين في الاتحاد الأفريقي وعدوا ورئيس الوداد لتصريح صحفي قالوا على لسان أو تقال على لسان رئيس نادي الوداد ان الاتحاد الأفريقي أو المسؤولين في الاتحاد الأفريقي وعدوا بانه يعني يوصلوا للقب البطولة عشان يتجاوزوا أزمة النهائي الشهير طبعا اللي جمع بين الترجي والوداد واللي كان بطل الحكم الأفريقي بكاري جسا محدش حاسب رئيس الوداد احنا منتكلم هنا مش عشبهة فساد احنا منتكلم على وقعة فساد مزبطة ويئما يتم محاسبة رئيس الاتحاد الأفريقي عليها ومسؤولي المكتب التنفيذي في اتحاد الأفريقي عليها ان ده اللي قاله رئيس نادي الوداد حصل بالفع وموصق بشكل من الأشكال أو لو ما حصلش يتم محاسبة رئيس نادي الوداد عليها لانه فيه إساءة وفيه اتهامات واضحة لمسؤولي اتحاد الأفريقي بالفساد لكن لا ده حصل ولا ده حصل اشتركوا في القناة